اشتركوا في القناة شكراً لكم الفوضى في شراء الرياضي بمعنى فوضى بالقانون يعني عندنا كل واحد دلوقتي بيطبق قانونها تدمغ كبوسة عندنا قانون حطناها بس لا نحترم هذا القانون احنا لازم نبقى زي كل الدول العالم احنا على الكوكب ده مش لوحدنا احنا حاولينا دول كتير اذا كان مية وخمسة وتسعين دولة الاعضاء في الامتحدة او الميتين وتسعة دولة الاعضاء في التحاد دولة كورت القدم حسب الدول اللي هي موجودة احنا مش لوحدنا احنا التجارب الحوالينا ده كلها لازم نستفيد منه زي ما الاخرين استفادوا من المصريين الدولة العظيمة ادارة الرياضة في مصر ادارة فيها نوع من الغموط فيها نوع من الفوضى هناك قانون الرياضة 71 لسنة 2017 ادى جهات او هيئات سلطات ادارة الرياضة او ده مش من الاختصاصها لان دي بدعة مصرية بدعة ما حصلتش في اي دولة في العالم يعني لو تكلمت على انجلترا فيه تلات هيئات بيدور الرياضة في انجلترا وزير الثقافة والرياضة وزير الدولة الشهر الرياضة مجلس الانجليزي او الوطن للرياضة لو تكلمت على المانيا حلايا اكتر من جهة منهم وزارة الدخلية وزارة الدخلية اللي هي وزارة الدخلية الاتحادية الالمانية تشارك في ادارة الرياضة الالمانية تحت ادارة اسمها ايه A P ASB ده اختصار لادارة الرياضة في وزارة الدخلية اللي هي بتتابع وبتنفس بتعتبر نفسها سلطة ترفيزية لكن انا شايف المشهد عندنا مشهد ضبابي مشهد فيه قانون صدر في غيبة من الاندية الكبيرة والمؤسسات الكبيرة زي النادي الاهلي ونادي الزمالك والاتحادات الكبيرة لم تشار في واضح هذا القانون فكان المشهد خمسة وتسعين مادة منها مواد يعني احنا عاوز اقولك ضبابي المشهد كمان يا كابتن ميد العالم كله عنده تلات انواع مرياضيات رياضة اولمبية رياضة غير اولمبية كامل بس رياضة غير اولمبية رياضة برالاولمبية احنا عندنا اربعة احنا لمزاجنا كت عندنا اربعة اللي هي عملونا رياضة جديدة اسمها الرياضة النوعية طب دي بقفلوسها من فيل من الدولة طب هو انا كفيت الولمبية وغير الولمبية عشان اعمل كامل رياضة النوعية طب ومين بيحسب مين ومن العضاء الجماعية ومين بيعمل ايه لكن احنا شرعاننا ده زي ما وضعنا القانون ومالتزمناش به انا بحط عناوين بس كد زي اللجنة الولمبية دلوقتي المهندسة شام حطب هو دلوقتي بيدر المؤسسات الرياضية النادي الاهلي نادي الزمالك اتحاد كورت القدم طيب وانت مين يديرك انت القانون قال عليك وصفك انك انت هيئة رياضية قال عليك هيئة رياضية ان يطبق عليك هذا القانون بقدرة قادر لك ثلاث مهام في طبق النهاز القانون ثلاث مهام ما فيش غيره تحديد النصب وضع اللي يحل الاستشارجية الموافع اللي يحل الاندي ليك دور تاني غير كده والمدور التاني اللي هو اخفض المنازعات انت رئيس المركز اللي بتدير المركز اللي بتختار المحكمين للمركز طيب انا بسأل المهندسة شام حطب هل انت وضعت النظام الاساسي للمركز التحكيم الرياضي هل حضرتك اخترت المحكمين اللي انت حتقول له محكمه في قضايا اختلاف وقضايا تنفيذ احنا في تجربة جديدة وهي تجربة انا غير راضي عنها لان ما تكلم حتكلم بالقانون طيب احنا عندنا وزير الرياضة لما يطلع يتكلم في قناة السي بي سي مع الزميلة الاستاذة الفاضلة ويقول لها انا الرياضة تراجعت خطوات علشان مدرش الرياضة مصرية لا يا سيد الوزير حضرتك اختصاصات وسلطات الوزير دي مش سلطات شخص دي سلطات شعب سلطات دولة سلطات وطن ما حدش يقدر يتنازل عنها وتنازل عنها المين حضرتك لما اقول انا وزارة الداخلية الالمانية تشارك في ادارة الرياضة الالمانية يبقى احنا مشان غلط تحت ادارة اسمها اس بي لما حضرتك اوغندا وهي شريك لنا في القرى الافريقية ثلاث جهات حكومية تدير الرياضة منها المجلس الوطني للرياضة اللي يتأسس طبقا للقانون 64 وقال هذا المجلس هو اللي يمزل الحكومة ويمثل الدولة ومحدش يقدر ينظم بطولة بمشروط هذا المجلس يوبا حدثنا نعيد النظر يوبا عندنا المشهى الضبابي النادي الاهلي عمل جماعة عمي عشان طبقا للمادة الرابعة في هذا القانون تخلينا نتوقف عند جزائد عشان اخد رائع الاساس حسن في الكلام اللي يتوقف سيبه يكم لأ ما احنا هنجعلو فينا يكفي تود يعني عايز اخد رائع في الكلام يعني الاستاذ عبدو شافي بيقوله شوف كابتنا حدقنا من قدر الكلام اتكلمنا كتير وقومنا كتير من لما جيتها كنت أنا جيت مش بقاطع وأنا جيتها فكروا إن الكنون خلاص نزل والطبق وخلاص وهي يعني الحاجة اللي بتغير شك بتغيره القرآن آه بالزبط الرئيس السادات قال لك إحنا اللي بنحط الدستين الله يرحمه واحد من منعظماء رؤساء مصر يعني وطل الحرب والسلام قال لك إحنا اللي بنحط الدستين هو السؤال دلوقت هل الصح إن إحنا نريد نتكلم في الموضوع ده ولا الصح إن إحنا نبص بقى المستابل ونتكلم في الوضع الحالي المأذق اللي إحنا فيه حاليا إحنا تعبنا من قطر الكلام أصدق أن إحنا نلاقي حلول للموقف اللي إحنا فيه بالزبط يعني مطلوب عقلانية شوية في إدارة المسألة مطلوب إن الناس بقى تسمع يعني أصدق أن أصدق أن أصدق أن أصدق أن تشاهد كل كلام اللي هو ده مش هجيب نتيجة لا يعني هو مطلوب إن إحنا نذكر المسؤولين دايما بالواقع اللي هم وضعونا فيه هجيب نتيجة والتسكير للأسف ما بيسمعوش يعني أنا أخي عب شافي أنا بحترمه جدا وهو راجل والله بجد يعني هو دايما يعني بيحاول دايما أن يتكلم في الحق وصوته دايما عالي وراجل يعني بمنتهى الأمانة يعني من أنه قدر يضين المحترمين جدا بجد يعني بس للأسف يعني أنا بحس أنه هو بيتكلم دايما في وادي والمسؤولين في وادي تاني خالص يعني يعني هو بيقعد يتكلم ودايما حريصني بيتكلم بالمستندات وبالأرقام وكل لغة دقيقة في تفسير كل شيء لكن للأسف يعني محدش بيسمع طب لحد إمتى إحنا هنفضل نتكلم في وادي والناس بيتكلم في وادي تاني بس أم قالتلي اللي الزين على الودان شاد من السحر ما هو؟ إحنا هنواصل للآق دا مطلوب مش هنسكت على فساد دا مطلوب بس في نفس الوقت مفروض نحاول بقى نتكلم في حلول منطقية لما يحدث اولا احنا في وضع حالي وضع صعب جدا صعب من ناحية ايه؟ انا شايف ان في حالة انقسام في الشارع وحتى في الوسط الرياضي بشكل عام سواء اعلامي او اداري او كل شيء فيما يتعلق بمسألة النادي الاهلي طيب هل دا صحيح؟ هل ما يحدث من انقسام بشكل حالي هل دا صحيح؟ هل دا هيحل اي امور ولا بيسعبها اكتر؟ يعني حتى فيما يتعلق بانتخابات النادي الاهلي المزمع اجراءها والتي لم تبدأ بعد او يتم فتح باب الترشيح بشكل رئيسي بدأت حروب ليس لها اي داعي للاسل في حين ان اصلا المفروض المسألة كلها ان اي مرشح بيركز في نفسه مش بيركز في الاخر يعني شايف فيه حرب يعني حرب شرسة جدا في حين ان انتخابات لم تبدأ بعد تمام يعني حتى المسؤولين في النادي الاهلي ما اعلنوش اي شيء بخصوص الانتخابات طب ليه هذا الوضع المؤسف الموجود بالشكل الحالي وليه استصارت الجماهير في اتجاه معين غير موجود ولم يبدأ بعد ليه بنحاول نخلي المسألة سواء في مواقع التواصل الاجتماعي او بين كثير من الاعلاميين في حالة انقصام شديدة جدا والمفروض الانتخابات مش كده المفروض الانتخابات فيه صندوق هو اللي يعبر عن رغبة الناس الموجودة الناس بتطرح مين اللي بعمل حالة الانقصام يا عوز حاصل يعني هو الناس يعني الكابتن محمود الخطيب السورة ناد الاهلي طبعا قدم نفسه الترشيح وسكة الراجل بالزبط بس الموانس حمود طهر لسه مواقفه الراجل مستني الامور تخلص التراجي عندنا التراجي عندنا يعني فيه حاجات كتير جدا الموضوع الناس انا مش شايف الناس اللي هم الاساسيين اختلقوا المشاكل يعني مجرد ان الكابتن محمود الخطيب اعلن ان هو ترشح رسميا لرئاس ناد الاهلي حق الطبيع وحق اي حد عايز ترشيلي يعني اصطور تنادي الاهلي بالزبط ادامه للمهندس محمود طهر الراجل طبعا ملتزم الصمت لغاية لما يجي معادة الانتخابات دور المسؤول اللي اعلى دور المسؤول اللي ادامه نفسهم وخلص الموضوع بالزبط ايه اللي بحصل بقى وهو ده السؤال ده السؤال ده سؤال مهم جدا واعتقد ناس كتير مستنيها تسمع مننا ايه اللي بيحصل ليه الحالة الموجودة دي يعني دلوقتي انا شايف حالة مزرية والله بجد مؤسفة جدا ان البعض بيستغل الموقف في بعض الناس بتحاول تحقق مصالح خاصة في بعض الناس عايزة لها اهداف معينة في بعض الناس بتهدف الى شرخ في النادي الاهلي غير موجود من الاساس دايما انتخابات النادي الاهلي مش هو ده الوضع العام خالص انا معاك خالص انا معاك ولا بتدور بهذه الطريقة خالص يعني المفروض الانتخابات النادي او اي انتخابات المفروض ان كل مرشح بيعلم برنامجه بيحاول يقنع بيه الجماعية العمية مش بيقنع بيه الناس على مواقع التواصل والجماعية العمية بتختار بكل ادب و بكل شياكة مش لازم ان انت عشان بتدعم الكابتن الخطيب او بالدعم المهندس محمود طهر ان انا نعيش في حالة الخلافة الموجودة دي والناس ليه تتشوه صورة النادي الاهلي بهذا الشكل يعني فيه تشويه متعمد واعتقد ان ده تداعيات الموقف اللي السيد عب شافي بتكلم فيه ليه لان ما يكون فيه حد مخطئ في بعض الاشياء وقاعد بيدير الرياضة المصلية بخطأ فبيحاول ان هو يسكن الجبهات الموجودة عشان ياخدها بعيد عن الصراع الاساسي الصراع الاساسي اللي هي القضية الاساسية اللي بيتكلم فيها المسؤولين في النادي الاهلي فبيحاولوا يطلعوا الكابتن الخطيب ببلونة اختبار يحاولوا يشغلوا ناس بعض الناس تولع الدنيا بدون مبرر على اساس ان هي تلغوا المسؤولين عن القضية الاساسية اللي هم بيحربوا فيها او مشغولين بها تبص في الجانب الاخر انت عندك ماتش مهم زي ما حضرتك قلت بتاع الدرج طيب انت ليه بتعمل الزوبعة دي دلوقتي ليه بتنهال حالة الانقسام دي ليه حالة التشويه الموجودة ما تسيبوا الناس تكمل يعني هدفها بشكل طبيعي وتمشي بشكل طبيعي ولما يتفتح الباب انت عندك ليه القانون عمل خمسة واربعين يوم بين بفتح رواب الترشيح والانتخابات عشان فترة الدعاء طول عمر في الكرة حسن يعني عشان بس نطمن الجماهير الاهلوية طول عمر في الكرة بقى حوالي يعني موضوعات كتير جدا ومشي كتير جدا لكن فريق الكرة دايما بيقفل على نفسه ويعني بيحاول بس على الأقل بياخد جماهير الناد الاهلوية المفروض تدعم فريقها وبياخد الجماهير المصريية اللي مفروض تدعم الفريق وتركز مع الفريق وتكون ورا فريقها ليه اتجاه تاني خالص لحالة انقسام وحالة تراشق ملاش اي داعي ايوا مين برضو هم دول ما انا بقول لحضراتي ده تفسير الوحيد اللي بيعمل الهوات دي الموجودة هم دول الناس اللي بيتكلم عنهم اللي استاذ عبشاف يعني خلاص الامر هم بيحاولوا ان هم يزقوا بعض الناس الموجودة ان هي تعمل حالة من الانقسام وحالة من الشرخ عشان تاخد الناس في اتجاه تاني خالص مغير لكل الأخطاء اللي استاذ عبشاف في بتكلف يعني ده تحليل المنطقي ان في بعض الناس المنتفعين من المسؤولين في الرياضة المصرية والموجودين لهم مصالح خاصة بيحاول ان هم يعملوا حالة الانقسام وهذه الزوبعة الموجودة حول انتخابات النادي العالم مبكرا جدا عشان ياخدوا الناس بعيدة عن القضية الرئيسية وانا اعتقد ان ده التحليل الوحيد المنطقي اللي ما يحدث لان زي ما حضراتك قلت كابت الخطيب من حقه يعلن والراجل اعلن بيان بتاعه ان ينازل الانتخابات حقه الطبيعي وممكن يبكرا حد تاني يعلم برضو ان هو ناجل حقه اي حق الطبيعي بالزبط لكن ايه بقى اللي بيحصل ده ايه السر وراء اللي بيحصل ده والسر وراء يعني تشويه الصور بتاع الناس المسؤولين في النادي الاهلي الكلام اللي احنا شايفينه ده اللي مالوش اي لازمة كل هذه الاشياء بتؤكد ان هناك من يلعب في الخفاء في محاولة لجذب الناس بعيدا عن القضية الاسسية النقاط اللي اتكلم في الوسعب شافي اللي هي مسألة الاهم خالص دلوقتي مثلا النادي الاهلي عنده اختلاف مع اللجنة الولمبية طب المفروض هيلجأ لمين هو المحك لو كنت حضركم طبعين كنت رحمة ده مصر جيه هنا واكد على صح صحيح في النادي الاهلي يعني حضركم طبعين معال ان المفروض يكون فيه اجتماع للاجنة الولمبية تعتمد هذا القرار لكن ما حصلش اجتماع فكل هزي الاشياء الملأخطاء مفروض السيد عب شافي قال ان ما شكلوش حتى لجنة فض المنزعات بالظبط ما عملوش اي شي طب الاهلي يلجأ هو عشان يخذك في اتجاه تاني بس يا سيد حسن طبقا لهذا القانون ليس هناك لجنة فض المنزعات عشان نبقى نسمي الاشياء بأسماءها هو مركز تحكيم حيتحول لهيئات تحكيم حسب القضايا المطروحة بس انا عاوز عاقب على كلام السيد حسن فرضة على مؤسسة النادي الاهلي الحرب بسبب مصالح بسبب تشابك انا مش شاهد في انقسام بين المرشحين كان بتخطيب رمز للنادي الاهلي المؤسسة رحط لها الرمز للنادي الاهلي واصفه رئيس النادي الاهلي فهو رمز النادي الاهلي كل نجوم رؤساء النادي الاهلي واعضاء مجلس ادارته وجمهوره حتى رمز لان دي مؤسسة عريقة لها لها جمهورها حتى انا يعني شعارك بالغضب لما ايه التصريح في النهاردة في اليوم السابع على لسان المهندس اشام حطب وبيقول احنا مش حنترعب من جمهور الاهلي لأ جمهور الاهلي يرعب اي حد ليس دفاع عن الاهلي بس جمهور الاهلي يرعب اي حد جمهور الاهلي عندما يستشعر الخطر على ناديه بيروح على نادي الجزيرة ويتظاهر ويقعب ايه التصريح انا قريم نهاردة في جمعه النهاردة في اليوم السابع لأ جمهور الاهلي جمهوره عظيم جمهور الاهلي هو جمهور الكرة المصرية مع جمهور نادي الزمالك انما محدش كمان يلعب في مشاعر الجمهور انت شاءت الظروف انت تتحول الادارة الرياضة في الكرة المصرية الادارة مفتش كرومبو انا قولها صراحة كده لاني مفيش لجنة اولمبية في العالم بتدي الرياضة خالص يا سيس حسن احنا بس اللي عايزين نعمل تجربة عشان نهرب من مشاكلنا احنا دايما احنا حطينا قانون للهروب من المشاكل الهروب مش المشاكل الشخصية مش المشاكل تطبيق الرياضة طب انا عندي على فكرة اغندا يحكمها قانون توضع سنة 64 اسم القانون 64 اللي هو ادح الوزيرة التعليم والرياضة يدي الرياضة ووزير الدولة لشؤون الرياضة يدي الرياضة والمجلس الوطني يدي الرياضة وحدد الاختصاصات وانا ممكن اقولها يا كابتن ميدو على الهواء اغندا احنا مش اهل من اغندا ومش اهل من اسبانيا المشكلة في ايه المشكلة ان لما كابتن حمدان مصري اللي هو عضو اساسا في يعني في اللجنة الولمبية يطلع يقول يا جماعة لموقف الاهلي سليم جدا وقالي لو مش محتاج اقول الكابتن حمدان مصري اديني فرس لو كابتن حمدان مصري قال لو الاهلي يرحل اللجنة الولمبية الدولية هيموقفه سليم جدا 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 وهيكسب اي قضايا ارد عليك اه اتفضل النادي الاهلي مش محتاج يعني انا بقول يعني اه يحسب لي التصريح بس مش محتاج الرأي ليه لان في قانون بينص على ده المادة الرابعة بتقول ايه المادة الرابعة وتعقد الجامعات العامية الهيئات الرياضية اجتماعا خاصا خلال سلسة اشهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق يخصص لوضع نظومها الاساسية ايه هتعمل ايه اللجنة الولمبية وتحادد اللجنة الولمبية النصاب اللازم لانعقدها والموافق على تلك النظم في الحالات المختلفة لقال اللجنة الولمبية تتعمل على يومين ولا تتعمل على شهر واسمح لي اخذ تصريح سيد الوزير المهندس خلد عبدالعزيز مع الاعلامية القديرة والكبيرة لباس الحديد لما قال لها لو النادي الاهلي جعل جمعية العامية في حالة انعقاد في حالة انعقاد يعني استمر حتى الجمعة اللي بعدها كان ممكن يبقى موقفه سليم يعني ايه حد فصرار يعني مش فهم هو انا عاوز افهم يعني مجلس دارة النادي الاهلي عقد على يومين بقت جمعية بطلة مش بطلة طبعا طبقا للقانون وطبقا لكل نصوص الموضوع لان اللجنة الانبية لنسى من اختصاصها تقول للنادي الاهلي او غير النادي الاهلي يوم او يومين او تعمل على مقر او مقرين ليه يا كابتن ميدو لان حضرتك احنا مقرناش القانون القانون حضرتك في المادة السابعة منه ودادور وزير الرياضة اللي ما عملوش من هذا المنبر بقول دادور وزير الرياضة اللي ما عملش هذا لهذا العمل كان عليه جانب امبي كان عليه مهمة لازم ينفذها مهمة قانونية عارف المهمة دي لو ما تعملتش طبقا لقانون العقوبات اسمها ايه المادة 123 من قانون العقوبات تعطيل القانون ايه بقى هي المادة بتقول ايه ايه بقى هي المادة ما عدم الاخلال بالاختصاص المخول للهيئة الرياضية يعني اختصاص الهيئة الرياضية محدش يقدر اقرب لحيط يصدر الوزير المختص القرات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بيه ثلاث شهورة وحتى تصدر هذه القرات يستمر العمل باللوائح والقرات القائمة في لما يتعارض مع احكام هذا القانون يعني حضرتك يعني حضرتك الوزير يصدر ليحة تنفيذية لأحكام هذا القانون اللي هي بتحدد الإجراءات يا كابتن ميدر اللي هي بتقول انها دي الاهل يعقد جمعيته في الجزيرة ولا في مدينة نصر يعقد جمعيته في مدينة نصر ولا في الشيخ زايد ماشي يقول جمعيته على يوم ولا ساعتين دي الإجراءات طب و اكلان دا ما حصلش عشان بس لم يصدر حتى الآن وبعدين القانون كان واضح وصريح واضح وصريح هذا القانون لا أنا مش راضي عنه واضح وصريح قالك ايه وحتى تصدر هذه القرارات يستمر للعمل باللوايح والقرارات القائمة ما قالش اللايحة الاسترشادية تاني الجمهور المصريين اللي بيحبوا الرياضة مصرية اللي بيحبوا البلد دي ما قالش اللايحة الاسترشادية قال اللوايحة القائمة ليه بقى؟ لان اللايحة القانون ده وجوده اتولد قبل تتولد اللايحة الاسترشادية بالزبط فعشان كده اللوايحة القائمة اللي هي اللوايحة مين؟ اللي هي لوايحة الكابتن طهرة بوزيد لويح الدكتور عبد منام عمارة لويح المهندس حسن سعر لويح الدكتور عبدالأحد جديد كل اللي واحد المعمول بي يعني ما قالش اللايح الاسترشادية بالنص محدش يطلع يقول لي اصل القانون محتاج تفسير هو تفسير ايه محتاج مفسرين ايه ده السيد الوزير عليه مهمة في هذا القانون ده بقى المادة السابعة كان مفترض خلال ثلاث شهور عشان ريح الناس كلها يعني اللايحة تم فزي انا عايز بس اقول لك على حاجة برضو يعني لس حسن شاركنا في الموضوع ده خلي بالك ومالمحامين بيعابوا عليها لا 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 انا بقول لك أنا المحامي بيعاب عليها في القانون لما بقى في قضية اساسا قضية قتل مثلا وبيطلع اللايحة عبدالكانبر بيعاب عليها على تفسير الحاجات بقى ليم تبحث بيتقال على تفسير مواد القانون مش مفسر هالحاول دكال لاحظ ترشادية لا لا ما قالش لاحظ ترشادية لكن هو ممكن يقول لك أصل هو كان ممكن يدخلنا وممكن يخرجنا وممكن يستعلم أنت فأنا بكلمك برضو على ردود ممكن تتقلم ردود مش سليم بالزبط أنا بكلمك على ردود ممكن تتقلم القانون للأسف لما بيطلع كان لازم يحدد كل حاجة وكل صغيرة وكل كبيرة بالزبط اسمها اللايحة التنفيذية أي قانون بيصدر وده معرف معروف عند السادة القانونيين وفي دول العالم أن فيه قانون بيصدر لكن تصدر لايحة التنفيذية لتحديد الإجراءات لازم هي اللايحة التنفيذية بتحدد الإجراءات بتقولك من الساعة كذا للساعة كذا في اليوم الفلاني أو الجمعة الأولى من كل شهر كل ثلاث سنين أو كل سنة الميزانية في يناير أو الميزانية في يوليو دي الإجراءات أنا مش خريج قانون لكن خريج إعلام لكن أفهم في القانون أنا خريج قانون عشان كده بقوله أفهم في القانون فمحدش يجي يقول وبعدين تاريخ وجود القانون يسبق تاريخ وجود اللايحة الاسترشادية اللي اتعاملت في متعقبة متعاملش في اللجنة اللمبية وانا مسؤول عن كلام كابتن حمد المصر كابتن حمد المصر كما انت عرف البطلان التاني اللي حصل انا اتكلمك على بطلان اللجنة اللمبية كابتن حمد يعني عضو عضو مهم والرياضي بارز انه ما افترض انه مجلس ادارة اللجنة اللمبية يكتمع عشان ياخد قرار بشأن اي هيئة رياضية وهذا القرار ينشر في الجريدة الرسمية احنا بقدر تقادر بقى عندنا فاتش كروم بيدر رياضة لكن ما حصلش لم تجتمع اللجنة الانبية عشان يحط قرار بمسمى مشكلة الناد الاهلي او مشكلة الناد المعادل طب وبنان عليه انت روح تناشر وبعدين النهاردة ضمن التصريح اللي قرأت في اليوم السابع للمهندس الشام حطب بيقول ان انا مشارط الليحة في الجريدة الرسمية وبعدين طيب وايه يعني احنا اللي بحط الدستير واحنا اللي بحط القوانين ونقدر نغيرها انا وجهة نظري يمكن اختلف مع صديقي وزميلي السيد حسن خلاف الله ان هذه المشكلة هتغير هذا القانون اللي موجهة نظري قانون ما ياخدش الرياضة القدام يعني احنا عاوزين ننهض بالرياضة المصرية احنا دولة عظيمة عاوزين نناطح اسبانيا ونناطح انجلترا والمانيا مش محلة في سر وبعدين يا اخي سيادة الدولة فين سيادة الدولة انا عاوز اضرب مثل وعندي ما يثبت ان هناك مخالفات في اتحاد الفرسي اللي رئيسه المهندس الشاب حطب وهناك بلاق او قضية في النيابة العامة نيابة مدينة نصر طيب هزي القضية بعد هزي القانون هتولى المهندس عن شاب حطب رئاسة اللجنة الولمبية وادارة الهيئة الرياضة في مصر مين هيفصل فيها؟ هو رئيس الاتحاد الفرسي هينقشوا رئيس اللجنة الولمبية ما هم تلين واحد هم تلين واحد زكاة قضية تخص المال العام اعتقد دي هيا بقى فيها حكم مختلف يا حضرتك احنا عملنا يا أستاذ حسن احنا القانون واضح احنا عندنا مركز تحكيم رياضي هي بيقول في الاموال العامة مش كده بتقول في النيابة ماشي انا لا اتهم احد ولكن اقول هضيئة ويمكن اقول رقمها حالا على هوا لكن انا عاوز اتكلم خلاص احنا مش هنتعامل بقضية والقضية دي راح تمركز تحكيم الرياضي مين اللي هيدرها؟ ما هو الاتحاد الفرسي هو رئيسه ومنصر شامحاط له كل التحية وكل التقدير هو شخصية رياضية نعزها ونجله لكن ادارة الهيئات الرياضية في مصر لازم الدولة الدرها مش اللجنة الولمبية بقى انا اسأل سؤال حد سألت السؤال ده قبل كده؟ اللجنة الولمبية عملت نظامها الاساسي الأستاذ شريف العليان قال لك اللجنة الولمبية عملت لقيحتها او نظامها الاساسي من سنة واعتمدته من اللجنة الولمبية الدولية دلوقتي احنا عاملين فارع لللجنة الولمبية الدولية وفارع للفيفا عشان نهدد ونعمل فزاعة للمصريين ماشي؟ حضرتك مينفعش مينفعش ليه؟ لان القانون لا يطبق بصر راجع القانون واضح وصريح ان كل الهيئات الرياضية خلال تلت شهور توفق اوضاعه وتضع انظمتها ولوحل اساسية هل المهندس الشام حطب دع جمعية العمية عشان تحط نظامه الاساسي او هو يضع نظامه الاساسي يعرضه على الجمعية العمية ماشي اوز اسأل سئال مهم والمصريين يجاوبون عليه هل النادي الاهلي عادوا في اللجنة اللومبية ومسل جمعية اللجنة اللومبية لا النادي الزمالة يقمس لجمعية العمية للنجلة اللومبية لا طبقا لهذا القانون 71 2017 الجمعية العمية لللجنة اللومبية تتكون من اتحادات اللعبات اللومبية ام انا بل افرض عليك السيادة ازاي اذا كان انت مش عندي الله كلم مكنتش محذر للكلام بقلي بالك يعني الكلام ده يا كابتن ميدو انت لازم كلامنا صح اذا كان كابتن ميدو انت مش عضو عندي احسبك ازاي انا اعرف تحسبني ان انا تحت مظلتك القانون مقالش هاتي يا سس حسن بس انت اكيد نادي تابع لللجنة اللومبية لا مش تابع لللجنة اللومبية اطلاق لكن الاتحادات الرياضية هي اللي اعضاها من ان هي وفي اتحادات الرياضية ملهاش جمعية عمية اللي هي اتحادات لانا قلتلك العالم كله عنده تلت انواع من الرياضيات الرياضات او اللعبات وغير اولمبي وبرلمبي احنا في مصر عملنا رابع نوعي نوعي بعض الاتحادات دي ملهاش جمعية عمية لا يمثلها الى مجالس ادارتها ضيب وبعدين وبعدين هل الرياضة المصرية تمشي كده وخصصنا باب كامل اهو انا مش حزهب بقيد عنك يا استاذ الفاضل عن الالتحادات النوعية اللي اقرها هذا القانون اهه الباب الخامس يعني العالم بيعترف في تلت رياضيات احنا عملنا اربعة انا خايف اصحى عليهم خمسة عادي ممكن الباب الخامس لاتحادات النوعية ممكن كل شيء جامعي فكيف اللجنة اللنبية التي ليس في عضويتها اندية هي التي تحكم وتدير الاندية وتحاسب الاندية وتطالبها بتنفيذ اجراءات البعض فصر قالك اصل اللجنة اللنبية كلمت ادارة النادر اهلي بالبق شفاهة لو سمحت خلي جمعيتك على يوم واحد وانا عايز سألك القانون مفوشكت انا عايز سألك سؤال مهم جدا والسؤال ليك يعني طالما الاستاذ عبدالشافي بتكلم بمستندات وبورق كده ليه كلكم ما بتحطوش ايدكو في ايدين بعض ويبقى ليكو صوت بمعنى بمعنى ان الراجل يعني بيتكلم لوحده انا حاس انه بيتكلم لوحده شوف مش بيتكلم يعني انا وانت سكتين من كتر الفعال وبيتكلم بأدلة وبيتكلم بورا وبيتكلم بجملك لوائح وقوانين يعني لو كلامه لو كلامه هنفترض ان فيه مثلا انا اسف هنفترض ان فيه 70% صحيح يبقى الكلامه معظمه صح يعني ليه ليه ما بقاش فيه ربطة انها تقول الناس دي يا جماعة انتو انتو غلط ماشي مهون او انتو صح انتو غلط كتير من اول بداية النشوار او في مواقف ما احنا عملين نقول غلط في غلط وها لا في حد لعمل الحال وكتبنا في الاهرام الاخطاء اللي موجودة في اللايحة الاسترشادية وكتبنا في الاهرام انا معدين كده الكلام ده معدل اللايحة الاسترشادية لا لا نفهم وكتبنا كتير واتكلمنا كتير بس طبعا والنادي الاهلي نفسه ما هو رحل لمجلس النواب واتكلم معهم في الكلام ده وعرض وجهات النظر لكن في النهاية ويقعز بيا محدش بياخد بالكلام المشكلة ان الاسف يعني هقولك بس يعني الصحافة ليس لح هي الاسف القصة كلها او الازمة كلها انا شايفها من وجهة نظري في المهندس خالد عباس وزير الشابور لان هو اللي بيديره وبيحرك كل هزيه الاوراق من خلف الستطار يعني بداية من القانون هو اللي حط بزرة القانون وكان هو اللي بيروح يقعد مع مجلس النواب في التحضير للقانون ومع لجنة الشابور بيضة بداية المشوار وهو اللي يعني كان متابع كل شيء فيما يتعلق بالقانون وهو اللي عرفه ثانيا بعد اعتماد القانون هو اللي وضع اللايحة الاسترشادية لشان كده هو اللي بيدفع عنها انا اشك ان اي حد في اللاجنة الولمبيئة بما فيها رئيسة حتى في البرامج التلفزيونية اللي بيطلع الوزير هو اللي بيدخل في المداخلة يقعد يتكلم نص ساعة يفصر اي سؤال مهاجح فيما يتعلق باللوايح او القانون الوزير هو اللي بيطلع يتكلم ويرد المسؤولين نفسهم مش عارفين ايه اللي موجود فعشان كافر بيش عارفين يتكلموا باني شكل واني صغر بيرددوا نفس الكلام ونفس التفسير الوزير هو اللي واخد كل شيء على عطقه والوزير هو اللي كان ممكن يحل كل هذه الازمات بسهولة جدا يعني انا بقول كلهم على المهندس خالد عبد عزيز في كل الازمات الموجودة حاليا لان هو المفروض مدام هو اللي بيدير او مسؤول عن الرياضة المصرية او مدير الرياضة المصرية او وزير الرياضة المصرية او مدير المشروع الرياضي هو انسحبت من ادارة الرياضة المصرية لا بص خلينا بس ده كلم مسؤول مش كلمانا المهندس خالد عبد عبد عزيز خلينا نتكلم بس بصراحة هو المسؤول عن كل ما يحدث في هذا التوقيت وهو اللي ممكن يخلص كل حاجة وهو اللي ممكن يعقد كل شيء الوزير هو اللي بيدير كل شيء من خلف السطروة يا ده باعتراف الكابتن حمد المصري وقال إن الوزارة هي هو الوزير يعني سيادة الوزير مش المفروض أنه هو بيهمه الرئيسة المصرية وأكيد هتحسب له يعني بس هو سيادة الوزير دافع عن الأخطاء حتى اللي موجودة في اللايحة الاسترشادية بشكل غريب جدا يعني إحنا حتى ما كتبنا في الأهرام إن اللايحة الاسترشادية يعني بتلغي بنج الجنسية المصرية من الانتخابات يعني إزاي يكون فيه انتخابات وما يكونش فيه بند ملزم فيها إن لابد أن يكون مصر الجنسي يعني ده أمر صعب جدا بتلغي بند أداء الخدمة العسكرية وما كتبنا الكلام ده والمواهل العالي أعتقد إن جاله بعد لفت النظر من جهات السيادية لشان كده كان حريص يقعد يتكلم معنا في الأهرام ويشرق ويعمل عشان يظهر الأمور لأن فعلا لكن برضو يقعد يدافع والكلام كله مطاطي وكلام كله كلمنا فيه كتير وبرضو نفس الناس بتقع تدافع باستماتة وبشيء غريب للغاية يعني أنت شايف الصح وبرضو مصر عشان تلعب ده اللي أنا باستغرب ده صحيح فأنا شايف إن المهندس خالد عبدالزي أولي في إيده مفاتيح أو خيوط اللعبة كلها وهو اللي مش المشوار من أوله وهو اللي كان عمل اللاجنة السلسية اللي فيها الكابتن حسن مصطفى والمهندس هشام حطب وهو اللي عمل كل اللي بيحصل دلوقتي هو اللي عمله وهو اللي كان المفروض ما يتركش المسألة بالنسبة للنادي الأهلي حتى تصل إلى هذا المنحنى طبعا وكان المفروض يا سيدة حتى لو أنت ملكش أي دور فدورك الوحيد أن أنت راجل مسؤول بتمثل الدولة والمفروض أن أنت الراجل يعني يعني إيه الحكيم الموجود للدولة مخليك موجود أن أنت بتدير الرياضة المصرية فما كنتش تسيب الأمور تصل إلى هذا الحد وكان المفروض أنت يكون لك تدخل واضح وتنهي هذا الخلاف لما يحفظ ماء الوجه للطرفين لكن حضرتك قاعد تتفرج قاعد بتدير من الخلف قاعد بتدعم ناس إنها تقف بشكل مش يعني مش مفهوم ولا واضح وبتساعدهم أن هم يعملوا أشياء يعني أنت اللي وراء كل ده وانت اللي بيلقى عليك اللوم وأي شيء أعتقد الوزير دوره الطبيعي إن هو كان يتدخل وكنا نشوف راجل حكيم موجود تعالوا يا جماعة اللي بيحصل ده طالما أول حضرتك بتطلع تدفع عن اللي وقعه والقانون فهمها بشكل كبير جدا المفروض أنت تشوف الحل القانوني الصحيح اللي تقال لك الوزير كل يعني واخد خط واحد بس فقط لم نجد منه أي خط آخر متكافئ يعني تلاحظ حضرتك أن كل مداخلات الوزير وكل تصرحاته دفاعا عن اللجنة الأولمبية المصرية أو عن اللايحة الاسترشادية أو عن كذا أو عن كذا أو عن كذا ما جاش في مرة ما جاش في مرة قال لا طب النادي الأهلي يا جماعة اتفضلوا حتى نشوف إيه الموقف يا جماعة لا طب المخرج ما تدخلش بدور نهائي خاص يا سيدي أولاد الأهلي ده غريب عن مصر ما هو هي أرياضيك أنا بصراحة مش عارف أهي عادية هي أرياضية يعني قبل كده باب وكذا موقف حصل أنا يعني المهندس خالد بصراحة بيطلع يتكلم في قناة كتير جدا وبيطلع حتى على الفيسبوك بيرد على الناس أنا نفسي يدخل معنا في مداخلة حاولوا يا جماعة يمكن يدخل معنا في مداخلة ونسأله يقول لنا بس إيه السبب يعني حاولوا يا جماعة اللوايح وعارف إيه اللي فيها وكان أعتقد لو كان هو من الأول قعد وتدخل وحسم الأمر كان إدى لكل زي حق حقه وكان قدر يحسم الموضوع لكن للأسف أنا بقول كلهم عليه بشكل كبير جدا لأن أنا ما شفتش منه أي رد فعل تجاه النادي الأهلي أو حل المسألة بشكل يعني حتى يظهر دور الدولة مفهوم طيب أنا يعني قبل ما نطلع فاصل أنا بس يعني طلع عنوان النهاردة كده أو طلع المهندس هشام حاطب بردو قال بردو يعني حاجة جمدة جدا أقل لكن أسمع لي بس التعليل الزغير أقل لي أحنا لسه معنا أنا أقول لك تسمعها بتعليل الزغير اتفضل الوزير الشامو الرادل ليس من أو الوزير أو الدولة مش من دورها تطيب الخواطر أهوها تدمغها غوظة خالص دورها تنفيذ القانون بالذكت تنفيذ القانون مش تطيب الخواطر أو حقول للمسأ الزغير اسمع لي بس يا كابتر ميدو قبل نروح فاصل عشان الناس تفهم بس هو المجلس الوطني الأسباني برئاسة خسي رامون ليتي عمل ايه مع اتحاد الكرة الأسباني عمل ايه قد يفيه بلغ لنا بالعام وتمل أبضع ليه ومعاه أربعة من أعضاء مجلس إدارة علشان التسويق مباريات المنتخب الأسباني وإيه تاني المجلس الوطني الأسباني برئاسة خسي رامون ليتي عزل عزل رئيسة إلخ المارية اللي قاعد 30 سنة رئيس الاتحاد الأسباني كمان عمل ايه قالك الانتخابات خلال خمسين يوم هل اتحاد الدولة تدخل قالك ليه بتقبضوا على أنخ المارية وبتحبسوا أنخ المارية وأصدقاء و14 عدوا مجلس إدارة يقدموا استقالتهم عشان تهموا بفاساد في التحاد الأسباني عارف كان رد أم فانتين وقالك ايه هذا الشأن داقلي عداري سهلة لصحاب الفزاعة احنا بنقان دافع عن بلدنا مؤسسات بلدنا احنا دولة زاد سيادة احنا الدولة أنا كنت مدق جدا في لجنة وصاية على الرياضة المصرية ده اللي احنا كنا بنكلم فيه مفيش محدش يقدر لبخ ولا غير بخ ولا لجنة سلسية ده ما يقدروش يعملوه في أغاندا عشان عندهم قانون 64 مسألة تطييب الخواطر احنا مش بنطلب من الوزير تطييب تدخل الوزير هو دور الدولة ما يكون فيه أزمة موجودة فلابد دولة تتدخل الدولة تدخل الدولة ان لا يليق ما يحدث في الرياضة المصرية لا يليق اننا نجد جهتين متنازعتين بهذا الشكل وبدون ما يكون فيه حد يقول لا الصح كذا او الغلط كذا او يتدخل وينهي هذا الصراع الوزير مش دوره ان هو يطيب خواطر او ينفذ القانون فقط دوره ان هو يعالج مشاكل الرياضة المصرية النهوض بمصلحة الرياضة المصرية ويعالجها النهوض بمصلحة الرياضة المصرية الحسن موجودة ساوب ايه العواري الموجود في القانون نفسه القانون نفسه دي قصة تانية مليان عواري اتعاندك فاصل ولا ايه والله لأ انا عندي فاصل اه بس انا عايز اسألك سؤال كده لنبقول لك المهندس هشام حطب طلع قال ان الاهلي بيعادوا الدولة لا الكلام مش الفسوذي يميح ld التو Hmmm لم علم ون يعاد الدولة هل يعتقد الملكش microphone أبن هو الدولة همぇ د كانت أب Daar هل نادي الاهلي قطة لل Such أبن يقول لك علم احد خلف من من هو بين الاهل و اللجنة заб اسمحوا لي أنا طلعت وقلت مفهوم الدولة المصرية أو مفهوم الدولة العموما قلت إنها مجموعة مؤسسات ومجموعة أفراد بيختاروا حد بيدرها الدولة ليست مؤسسة زي ما حضرك بتقول ليست مؤسسة واحدة اللي هي اللجنة الأولمبية فالأهلي عمره معدد دولة بالعكس الأهلي كان دايما أو دايما ويظل يعني لغاية لما ربنا يريد أنه في ظهر الدولة المصرية لأن الأهلي مؤسسة جديدة جو دولة والأهلي رمز الوطنية كل أبنية مصر أكيد تصريح كبير لو كان قالوا أعتقد كلام مش مقبول طيب ولو كان ما قالوش عليه أني صحيح هو قال عشان كده الأستاذ عماد وحيت طلع رد عليه عشان كده بقول ممكن يكون خانوا التعبير يعني أتمنى من كل المسؤولين عن ريادة المصرية يعني الاهتمام بمصلحة ريادة المصرية وليس الاهتمام بمصلحة أشخاص بعينهم وبلاش ندخل عند في إدارة شؤون بلاد يعني يعني زي ما تكلمنا ضيوف الكرام اتكلموا احنا بلد كبيرة جدا بلد يعني تاريخ وكل حاجة فعني المفروض أنه ما ندخلش بالريادة المصرية شوية أكيد طبعا أكيد أكيد طبعا أكيد يعني هنطلع فاصل وبعد الفاصل هسأل ضيوف الكرام إيه المفروض أو ليه بيتعمل الكلام ده وليه المسؤولين مصممين على هذا العداء أو على اختلاق المشاكل هو ده السؤال اللي هننهي بيه الجدل في حلقتنا النهاردة فاصل ونرجع لحضراتكم على طبعا اشتركوا في القناة لسه مستمرين معاكم ومعايا الأستاذ الكبير عبد الشافي صاد وأستاذ الكبير حسن خلف الله ولسه بنتكلم يعني في مشاكل أو مشاكل رضياء عموما ودور وزير الرياضة واللجنة الأولمبية يعني مش عايز أقول في اختلاق يعني عشان الموضوع ما بقاش كبير أوي لكن مشاكل بتحصل والناس معاها ورق ومستندات وللأسف ما فيش حلول أو اللي هو الحلول الإجبالية اللي هوها كده يعني بنتكلم على أندية كبيرة جدا أهلي وزمالي كوي ويعني المفروض يكون فيه حتى يعني إقناع بالقراء فأنا السؤال اللي كان قبل الفاصل يعني ليه السؤال لحضراتكم فردوس حسن لأسمعه سوي يعني أنا يعني أنت حضراتك سألت سؤال مهم ليه ليه اللي بيحصل ده طبعا قبل الفاصل احنا اتكلمنا ليه ده تقصير من الوزير الشاب والرياض نهو ما بيقوم بدور الحيلة في تطبيق القانون ولا في علاج أزمات الرياضة المصر اللي بيحصل في مصر لأنه متبني الموضوع بشكل كبير جدا ده جزء من الأسباب اللي ممكن نقول ليه في اترد علينا ده سبب من الأسباب السبب الثاني عدم وضوح اللوائح أنا نفسي هو بنفسه اللي يرد عليك لأنه أكيد أكيد يعني وزير رياضة أكيد كل اهتماماته هتبقى اهتمامه بالرياضة وإعلاءها أكيد اهتمام الرياضة والإعلاء بيها أكيد هيفيد الشخص المسؤول وهي يعني هيسطر في التاريخ أنه كان في الفترة من كذا لكذا كان في وزير اسمه كذا أيا كان الشخص مين واعتلى بالرياضة وكان يعني سبب من أسباب النهوض بالرياضة المصرية فأكيد هو أضرب الردود على الناس الكبار لمعايا يا فاريت يا جماعة لو سيادة الوزير يتفضل ويرد يعني لأن الوزير كمان في الفترة اللي فاتت لاحظت لكل الأزمات اللي حصلت خلال الفترة اللي فاتت كان الوزير بيتركها كالنار حتى تصبح رماء يعني ما كانش ليه أي دور فعال في أي أزمة كانت بتحصل كان بيترك كل شيء سواء في اتحاد الكورة سواء الأحكام القضائية اللي كانت بتحصل فكانش ليه تدخل قوي في أي أزمة كان بيترك كل شيء حتى يعني هو يتحلل وحده فده يعني حتى مسألة التهدئة أو أنت تكون كوزير منتظر التهدئة بين الأمور ما ينفعش بهذا الشكل لازم تتحلل الأمور بشكل جزء وده بقى خيار مطروح لكن مش في كل المشاكل بالضبط دي حاجة الحاجة الثانية أنا أعتقد أن هناك بعض الناس اللي بتحاول تستغل أو تشعل الأزمات يعني الموجودة وتسخن الجبهات وتحاول أن هي تخلق صراع معين من أجل أهدف معين وده وضح في الفترة الحالية أن في البعض عايز يعني ينتقم المجلس الحالي المجلس سرطة الناد الهالي فبيحاول يدخل الانتخابات ويحطوا الكابتل الخطيب كواجهة أنه يكون هو في وجهة المدفع عشان الجماهير بتحب الخطيب فبالتالي يكون الكابتل الخطيب رمز يستغله هذا الشيء في أن هما يحاولوا يحاربوا من خلاله ويبقى فيه لا والناس تحب الكابتل الخطيب عشان انتخابات بس ما هو رمز وراجل محبوب فنبعيده عن الموضوع ده فقط لا هما الناس بتحاول تستغل وجوده وتعمل أزمات أخرى عشان تبعد الأزمة الأساسية أو نقطة الخلاف الأساسية أو الغاضية الحقيقية المجلس الحالي دور فيها أنه بيحاول يكون لي موقف فيها وده موقف تاريخها يحسب له على فكرة إن انت شايف شيء خطأ فبتحاول انت تحارب من أجل إصلاح هذا الخطأ أي أن كانت النتيجة بقى سواء هتيجي لصالحك أو غير صالحك وفقا للمواطيات اللي معاك أو التكتلات اللي ضدك لأن للأسف بقى فيه يعني له بيقوي جدا بيحارب في هذه المسألة والهدف منها على فكرة مش قصة لوائح أو قوانين أو طب لا هو هدف كسر النادي الأهل هو النادي الأهل هيكسر بالضبط هو لا هم معتقدين أن اللي بيحصل ده هيكسر النادي الأهل هيحاولوا يخضوه في اتجاه تاني عشان يبقى فيه منافسة ليهم في حتة تانية هيحاولوا يكون فيه صراع أو بيحاولوا أن هم شايفين أن النادي الأهل حقق على إنجازات كويسة سواء على المستوى المالي أو على المستوى الإنجازات في الفترة الماضية فيه محاولات رهيبة لإيجاد شرخ داخل النادي الأهل بلاش كسر بيحاولوا يجدوا شرخ للنادي الأهل دايما طول عمره متماسك طول عمره ليه قيم معينة بداختلف عن الآخرين فبالتالي بيحاولوا يجدوا شرخ في هذا الكيان الشرخ ده يحصل إزاي؟ من خلال التفرقة بين أبناء يعني التفرقة بين أبناء خلينا نحلل بس المشهد لا معا ولا ضد عشان الشرع دلوقتي اللي شايف فيه انقسام كبير وفيه حالة على مواقع التواصل الاجتماعي بيغزيها البعض لأشياء معينة وفيه أكثر من له بيتكون بيحاول هو يخلق هذا الشرخ الموجود فأنا أتمنى الناس تكون عندها نطج وتفهم أن الانتخابات ما بدايتش يا جماعة والانتخابات مش هي الأساس دلوقتي الأساس دلوقتي أن في قضية بيقف المسؤولين في النادي الأهلي للحفاظ عليها أو لتصححها فبالتالي هو ده الأساس فحضرتك ليه ده نوع من الأسباب برضو اللي هي أن البعض بيحاول يخلق شرخ داخل النادي الأهلي دي حاجة مهمة الحاجة التانية اللي ممكن نقول عليها ليه برضو أن ليه ما يكونش فيه عندنا أشياء واضحة من البداية ليه حضرتك ما حطتش الأمور بشكل واضح بدل ما احنا بنقوم نفسر موضوع اللي كان بيكلم فيه مرحتنا فده برضو السبب يمكن الأساسي أن المفروض حضرتك بتضع لوائح أو قوانين بتكون واضحة وشرحة تعبنا من لوائح المططية والقوانين المططية والتلاعب بالألفاظ واللعب بهذه الأشياء لتطبقها كما يحلو لها فدول أعتقد التلات أسباب اللي ممكن نقول بسببهم ليه دي الإجابة على ليه في بعد ليه ماذا سيحدث نسمع عليهم للسوز عبد الشوف أنا مروجب نظري أن تضر الرياضة في مصر بقانون هاتة دماغة كابوسي احنا عايزين نعرف ليه الكلام ده بيحصل ليه اللي مش معانا يبقى ضدنا وحضرة بقى مثلة لما المهدس خلد عبد عزيز ياخد قرار بحل مجلس إدارة النادي بحكم قضائي تنفيذ للقانون ومن غير ما يكون في حكم قضائي في نادي المينيا ويحل مجلس الإدارة ثم يعود بحكم قضائي اتحاد كورت القدم صدر ضده 3 أحكام منهم حكم نهائي وبات وبالأمس الخميس المهندس خلد عبد عزيز يقدم ذكرة رسمية المجلس الدولة دائرة الفتوى بيقول لهم انتخابات اتحاد الكورة اتعاملت تحت وصاية الفيفا كلام غير منطقة احنا دولة زاد سيادة يبقى عرفت ان ازاي تضار الكورة في مصر انا حدافع عن مؤسسة عشان ليه فيها مصالح وححل مؤسسة عشان انا اختلفت معاه وححل مؤسسة تاني عشان اختلفت معاه يبقى دي هاتة دماغة كبوس او التفسير التاني اللي مش معاني يبقى ضدنا او مزاجنا كده ميفاعش تضار رياضة بالشكل ده تضار رياضة بالقانون وانا حظل ادافع على سيادة القانون حتى لو ما كنت شراطة على هذا القانون وانا يريد حتى تضارب من غير قانون بس تبقى في ادافها اللي هو مصلحة ماجلس ادارة النادي الاهلي اتحل ولا ما اتحلش اتحل اتحل وتحل وتم تنفيذ حكم المحكمة اتحاد كورة القادمة اتحل حد يقول لي اصلا ده على رأسه ريشة هقول له ان خلمارية اتشال بقرار من وزير الدولة الشؤون الرياضة في اسبانيا وحقول اسمه اللي شل خسي اسمه خسي وزير الدولة الشؤون الرياضة قال لك لان القانون في اسبانيا على الجميع وما حدش في اسبانيا على رأسه ريشة طيب حضرك في السرطين هكمل تاني تاشا تاشا يمكن سادة الجمهور يسمع اول مرة يسمعون تاشا 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 ومجموعته في اللجلة الولمبية الكنية اتحل مجلس ادارة اللجلة الولمبية الكنية عشان اسباب اخرى لها عقارة من منشطاته وبيع منشطاته واشياء اخرى لكن مشوفناش اللجلة الولمبية قالت ححل انا حوقف النشاط في النيوروبي وكينيا علشان تاشا تاشا سيادة القانون يا كابتن ميدو سيادة القانون وتاني حداف عن سيادة القانون لكن هاته دماغك بوسها او اللي مش معانا يبقى ضدنا او اللي دم مزاجنا ده ما يدرش الرياضة المصرية تمام دي اللي هو اجابة السؤال لي كلهم تاشا تاشا او اللي ما قال لي تاشا تاشا افتكرتوا ببين حاجاته ايو اللهم تاشا تاشا علينا شوية طيب ايه 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 المفروض ايه المفروض ايه المطلوب دلو اول يعني او الصح او ايه او ايه الحل بمعنى صح اوضك وجهة نظري لازم تدخل بقى من الدولة لازم الدولة الدولة عندنا مش وزير بس ولا لجنة أولمبيا بس زي ما حضرك قلت الدولة مؤسسات كبرى في جهات سيادية مسؤولة في الدولة المفروض تتدخل بشكل عقلاني وتقول يا جماعة اللي بيحصل ده خطأ كبير جدا وما ينفعش المؤسسين كبار يكون اه التعامل بهذا الشكل والصراع بهذا الشكل لازم يكون في تدخل من الدولة لازم السيد رئيس الجمهورية يقول او يدي يعني تعليماته بانهاء هذه الأزمة بالشكل الصحيح ما ينفعش لازم يكون فيه عقلاء في الدولة فيه رئيس وزراء فيه رئيس جمهورية فيه جهات كتير سيادية في الدولة المفروض ما تتركش الموضوع بهذا الشكل وبهذه السورة المزرية وهذه التصلاحات السيئة اللي بنراها كل يوم والتاني بشكل غريب جدا ما ينفعش يعني على الاقل ان في مصر يكون هذا الصراع بين مؤسسين يعني انا ارى ان النادي الاهلي مؤسسة كبيرة جدا ومؤسسة زاد جمهورية كبرى جدا ما ينفعش الدولة تتخلى عنها في هذا التوقيت بهذا الشكل لابد من الدولة يكون لها دور وتقول الناس يا جماعة ما ينفعش يتقول الوزير يا سيادة الوزير المسؤول ما ينفعش اللي بيحصل ده حضرتك دورك ان انت ما يكونش فيه هذا الصراع في الرياضة الرياضة مش صراعات بهذا الشكل حضرتك لازم تتدخل لازم الدولة تتدخل وتحل الموضوع بشكل اكتر اكيد وانا عشان كده بناشد الجهات المسؤولة في الدولة من اعلى سلطة في الدولة لكل السلطات الموجودة ان يكون تدخل العقلاء مطلوب ان يحل الموضوع انا شايف ان اللي بيحصل ده امر مؤسف للغاية اكيد انا معاك وكلامك مهم جدا جدا لكن كنت اتمنى طبعا ان المهانس خالد يدخل ويرد على اسئلتك اللي حداركو سألتوها والاتهامات كمان الموجهة لي لكن خلاص يمكن في حاجات اكيد او مش مش يمكن اكيد في حاجات احنا ما نعرفهاش في حاجات بتبقى دواخل كده احنا ما نعرفهاش لكن كان من الاقدر ان هو يطلع يرد ويطلع يرد في كل القناة مش عارف ليه مش عايز يطلع معنا عموما يعني كانت حلقة مهمة جدا بس اسمح لي عاوز اقول حاجة مهمة جدا قبل الحلقة كنتميدو اننا القضية اللي قلت عليها الخاصة بالتحاد الفروسية الملاحظات اللي قدام نيابة مدينة نصر تاني هي القضية رقم 3416 لسنة 2011 اداري ثاني مدينة نصر عشان يبقى كلامي واضح موسق وبالارقام عشان ما حدش يجي يقول لي ده ما حصلش تمام تمام كلامك مفهوم جدا واضح جدا وكانت حلقة مهمة جدا وكلمة فيها عن يعني مواضيع اعتقد نهاية تهم الرادة المصرية ما تتمش نهاية لأهلي بس نتمنى طبعا يعني النهود بالرادة المصرية من كل الاشخاص صعب شاف نورتني وشرفتني شكرا كابتن مير شرف كبير ليا لنا كل معهض حسن طبعا نورونا وشرفنا نورونا وشرفونا وبسعى لقاء الصحفي ده كان اول جزء يعني من حلقتنا النهاردة كلمنا فيها عن مواضيع تخص الرادة المصرية مش نادل اهلي بس ارجو ان حضراتكم تكونوا متفاهمين يعني ايه الرادة المصرية يعني ايه النهود بمصلحة الرادة المصرية وارجو كمان الاشخاص القائمين على الرادة المصرية انهم ما يتفهموا الكلام ده وانحنا بنتكلم في المصلحة العامة وليس مصلحة اشخاص ولا مصلحة نوادي بعينها هنطلع فاصل عشان نستقبل دوفنا الكرام الكبات المكبار كابتن أسامة عرابي وكابتن أحمد أبو مسلم فاصل استنون